توحش أكبر بعد فترة اختناق وحصار هذا ما يبدو على النظام الإيراني الذي يعيش أفضل فتراته بعد عودة الديمقراطين إلى حكم البيت الأبيض وتغيير بايدن لنهج السياسة الصارمة تجاه النظام بطهران سياسة بايدن هذه أثارت حفيظة الدول التي تعاني من خطر السياسة التخريبية الإيرانية حتى أن مجلة فورين بوليسي نشرت تقريرا بشأن حالة الإحباط التي تعانيها دول الخليج من الولايات المتحدة بسبب عدم تعاملها بجدية مع انشطة إيران المزعزعة للاستقرار المجلة الأمريكية قالت إن إيران باتت تستغل سياسة الأمريكية المتأرجحة من المنطقة خاصة بعد إعلان رئيس جو بايدن رغبته في إحياء الاتفاقية النووية مع طهران وبالنسبة لعدد من دول المنطقة فإن جون كيري الذي يعمل حاليا مسؤول المناخ في إدارة بايدن فإنه يعدل عدوا لدول الخليج العربي بعد محاولته إخضاعها مقابل رفع مكانة إيران فيما يسعى اليوم لمواصلة الخطة عبر تدمير الدول المنتجة للنفط من أجل مكاسب غير مضمونة الأمر بلغ بإدارة بايدن أنها تجاوزت الخطوط العامة الأمريكية في التعامل مع إيران حتى أن الكونغرس صوت بالعموم على رفض رفع العقوبات على إيران وبعث بذلك رسائل تحذيرية لبايدن أنه تجاوز الحدود المعقولة في التفاوض مع نظام طهران وبات الأمر أشبه بتقديم التنازلات دون مبرر السياسة الأمريكية الجديدة تنعكس سلبا على الأوضاع في المنطقة من ناحية إعطاء الضوء الأخضر لميليشيات إيران في إشاعة الفوضى في العراق وسوريا ولبنان واليمن وبنفس الوقت أكدت لدول الخليج العربي أن الحريف الأمريكي يفتقر إلى الثقة والمصداقية